اشتركوا في القناة لكن تسعين في المئة من مشاكلنا سواء نسرية او عملية كيف مثال مثال الان واحد يبغى تجارة تحصل انه يبحث عن تجارة بأي طريقة ان كانت سواء يدخل في أسهم يدخل في مشاريعه معارفة اصلا وما درسه وما درس سوى لها دراسة جدوى تحصله تعبان وضايق صدر او يروح يدور مزارع او يدور ما شابه هذه مشاكل ايضا مشاكل في العمل هو اللي باحث عنها هو اللي يعني بحث عن المشكلة وهو اللي جلبها نفسه طبعا في واحد مثلا يدخلك في الان شفتوا الان انتشار الان مواقع التواصل الاجتماعي والقروبات يعني ما فيه ولا واحد منه ظاهر اللي عنده قروبة وقروبين والان بالعشرات المشكلة هم فيه ناس يضيفونك انت ما تبغاهم هم اللي يضيفونك هذي ايضا من ضمن الاشياء او المشاكل اللي تجلب ممكن قروبات عائلية قروبات عمل هذي ايضا تسبب لي مشاكل ماذا لون؟ ضغط يعني مثالا نعطيك مثالا لان عندك الجدل اللي موجود في في القروبات من ضمنها اشاعات تجيك كذب واحد مثلا خلني قول مثلا عندنا قروب مخصص لمجال معين مجال مثلا خلني قول رياضي مجاله تقني تحصل واحد يرسلك ادعية انه ما نقول شيء بس انا جاي او انت جاي علشان الموقع هذا علشان استفيد انا الادعية والاشياء هذي انا حصلها في اي مكان مشرط تجيل يوم الجمعة تحصل العالم مرسلين لكلها اللهم اصلي على محمد اللهم اصلي على محمد ما نختلف لكن انا جاي الموقع هذا ابغى شيء معين متخصص لذلك حنا الموضوع اللي انا يعني احب انتكلم عنه هو اللي جاينا في مشاكلنا اللي هو الحمية العقلية الانسان قبل ما يبدأ في اي مجال في حياته حشان يطلع شكله جميل يسوي حمية جسدية يبعد عن الاكل الدسم الكليسترول والاشياء هذي ويروح النادي ويشترك علشان ايش يكون جميل جسمه لكن هنا مليان معب انا دائما شبه العقل او المخ زي الشقة زي البيت فيه اثاث وكل يوم تجي فيه اثاث وتكف فيه اثاث وتكف فيه اثاث حتى ما تلقى مجال تتحرك فيه حتى بشاعة الشكل للمجلس عينك ماهو جميلة هلا دخل عليك ضيف ولا دخل عليك لحظة انه بيغير بيتنا كده بيتك غير مرتاح فيه عقلك غير مرتاح فيه انت والله وفيه اسباب كثيرة يعني لو كل واحد عندها اسباب اللي هو يعبيها في مخة اللي هي التسعين في المية هذي من المشاكل اللي ما لها فايدة وتكلمت عنها كثير انا وبالتفصيل لكن انا دايم اقول من ضمن الاشياء الانسان 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 بطبيعته قابل للتغيير مخلوق وخلقنا الانسان في الاية وخلقنا الانسان من فخار من صلصال كالفخار من صلصال كالفخار الصلصال تقدر تعدل فيه الانسان ايضا قابل انك تعدل فيه ودائم يقولون علماء في الادارة في علماء الادارة علشان انك تغير في اي مثلا احنا الان السعودية مقبلة على رؤية وتحول ثنتين تحول سيسبق الرؤية التحول غير والرؤية غير التحول مثلا اللي هو عشرين عشرين الرؤية اللي هي النتيجة الهدف اللي هي عشرين ثلاثين لما انا احول لازم احول المجتمع وحول ان يتقبل التغيير الجديد اللي جاينا في الدولة الان كذلك جسم الانسان لازم انه يتحمل اي تغير يجي في جسمك نحت امور عشان تبقى جسمك جميل لذلك انت لازم انك تتدرب على الشيء هذا والان العلماء وش يقولون او علماء النفس يقول لك فيه اللي هي الحمية العقية اللي سبع ايام مدتها سبع ايام تقدر تخلص نفسك من النفايات اللي فيه والاشياء الضارة والسموم في عقلك لكن فيه قبل ما نعالج المشكلة لا بد ان انا نقول او نعرف وش الاسباب وش الاسباب اللي خلّى مخي نملاه من الاشياء الضارة هذي من ضمنها عدم فصل مشاكلك العمل على المشاكل البيت مثلا انا الان في بي انا اعرف واحد واحد دخل راح للسجن موظف بسبب مديره كيف طلع من العمل وهو تعبان من المدير وقرفان وكلنا يمر علينا اشياء وهو مو قصده المدير العمل وانت تعبان وطلعت بالبيت ورحت لبيت وزحمة السير احنا نتكلم عنلي في المدن الكبير وزحمة السير وعالتك على بديت اتعبى الان معبك المدير وطلعت عبك الشارع ورحت لبيت زوجتك او ام عيالك مجهز لغداء كالعادة كل يوم مجهز لغداء وكذا دخل تالب وفلان حياك الله تبي غداء انت وصلا معبه ايه بيمفجر منه عليه على المرأة ضعايفة يا سلامة حطي غداء قبلك تسألينينا السؤال دائما تسألينينا السؤال حطي غداء هي انت الحين خدت الاشياء الضارة اللي من مديرك وعبيتها هوين الان في زوجتك اوكي مشكلة الزوجة الان ما تقدر بعض الحريم ضعيفة وبنات حلال وتدمح الزلة وتمشي تروح للمطبخ تجيب غداء وهي في الطريق حصلت ولدك جالس معه اي جهاز اي باد يلعب كعادته حصلا يلعب كل يوم مرت الحرمة الان الاشياء اللي جيبتها من مدير من الشارع تفتع بها هوين في الولد قم ابوك الان ينتظرك على الطاولة على السفرة يلا ننتغدى قم الولد ما كمل الجيمز او اللعبة هذه ما كملها حطت البلو فيه وهاو شيته وخدت الايباد ورمتها وحطت فوق وحرمتها وبعدين راح تسو تلغد يلا قال الولد انا ما بيغدى اصلا انا ما بيغدى وطلع في الشارع شوفوا المشكلة كيف طلع في الشارع راح طلع في الشارع تعبان خدوا الايباد حرموه الحرموه بنت الحالة جابت الغدى عند الرجال هذا اللي معبى من المديره في الشارع وقعده تقدون الولد قال الولد طلع في الشارع ما يبيغدى ومدرع الولد يوم طلع في الشارع حصر ولد جيرانهم صاحبة وزميله اللي دائم هو يلعبون او جاي يلعب معه ما له نفس يلعب قال بععد عني تاوشوا تضاربوا رماه بحجر على رأسه الولد هذا الراحل وين لبو الاسعاف الاسعاف من الاسعاف الشرطة تتصل على الشرطة هذا ما كمل غداه رفيقنا خوينا هذا اللي جاي من العمل ما كمل غداه لو الشرطة تتصل عليه وتقول تعال قسم الشرطة قانتولدك كيف تحول لاحظ كيف تحول لأنه هايش ما فصل هذا السبب من أسباب السبب الثاني الآن اللي قاعد يصير عندنا من خوف من المستقبل كلنا الآن يفكر في بيت يفكر في ولدها يفكر الله كافر لك ريزقك سبحانه لا الله يشكر لا تفكر في المستقبل المستقبل أنا لما أفكر في المستقبل أنا الآن تعبان والتحدى واحد مننا أول اللي يستابعوننا الآن ما عنده مشاكل مستقبلية يخاف حال تحال حتى الآن الآباء وأبانا لما يخلص مستقبله وانته بني بيت يبدأ يفكر مين في عياله مهم جديد وعرف ناس مع الأسف الشديد أنهم يفكرون في عيال عيالهم وشا يلهمهم على فكرة نعم على فكرة طرى الإنسان مخلوق عشان يكون سعيد الإنسان الإنسان مخلوق عشان يكون سعيد حتى مهما كان هذا أحد الأسباب من الأسباب أيضا أنا بس يعني أطلع لكم المجال الرياضي التعصب الرياضي هذا أنا وكلنا أنا من الناس اللي يعني مهتم رياضيا أنا من الناس اللي أبعترف يعني وليميون رياضي أطلع في الشارع لما تجي مباراة مهمة الفريقي ما أقدر أتابعها أروح أدور ليش طيب طلعت أنا هل يريد يفوز أو ينهزم طلعتي وقاعد عبي مخي قبل بسبوعين حتى لدرجة إنه يوصل قلون يجيك أسباب جسدية أمراض طيب المشكلة تنتهي المباراة بخيرها وشراء أبدأ تواصل مع الزملاء طاق طاقا وهذه تزيد هم لذلك أنا عندي سويت حمية هذا الكلام من خمس سنوات تجد لا إذا نهزم الفريقي الآخر الخصم لا يمكن أنا أرسل للشخص هذا مهما كان يرسلي إني أشتمع أو أطاق طاق عليه خلاص تعود الناس الآن الحمد لله هل ينهزم فريقي مرتاح ما حد يرسلي ولا أرسله آخر مرة جاب الدوري فريقك مثلا آه عرفنا الحمد لله ما بعدنا هذه أحد الأسباب لأحد الأسباب أيضا تقمص دور الضحية كثير مننا حتى أنتم كرجال خل الأبناء الأبناء بدا بالأبناء الآن يتقمص دور الضحية هني أنا المظلوم أنا اللي أروح أجيب في البيت المقاضي أنا اللي ما دري إيش أنا 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 وهذا تقمص دور الضحية انتبه له في العمل كذلك أنا اللي أشتغل أنا اللي المديري يطلب مني ينظر وحتى زميلك ينظر إنه دور رحية وهذه مشكلة أخرى نظف كل الناس تشتغل وكل الناس تعمل وبعض مع الأسف أنا دائما أقول لأ الناس كثير في العمل أقول لا تعتقد أنك أهم واحد في العمل المحور أنت على الطول بس أطلع أطلع سراء جاي ينقدمون أنت أطلع وكلنا جربنا وكلنا بعدما سأعتقد أنه أهم واحد في الجهة أو في مثلا في العمل هو أهم واحد وأهم جزء لا لا يوقف لا يوقف راح وناس وراح ورؤسة دول وراح وراح ماشي الدنيا ماشي هذه ما تتقمص دور الضحية لا تحاول كذلك جلد الذات جلد الذات هذا موجود يقول لك أسو دراسة في أمريكا الدراسة هذه جلد الذات أحيانا تجي من الوالدين الرسائل الإيجابية لعيالنا قليلة جدا يقول لك في الأسر الميسورة في أمريكا شوف أمريكا نحن ما نتكلم عن الدول العربية في أمريكا شوف كيف وهي أمريكا يقول في الدول الميسورة اللي هي عفوا الأسر الميسورة اللي هي المتوسطة عندهم الله يقول لك الرسائل الإيجابية للأفراد الأسرة من العائلة من الأب والأم لهم الإيجابية اللي هي المدحو كذا أربعلاف إلى خمسألاف رسالة في حياته إلى 18 سنة فقط مقابل السلبية 150 ألف رسالة الله ما تعرف قوم احباط ما بالك عندنا خلق رجال إذا بغيت تمدحه يعني مرة مرة متى نمدح أولادنا خلق كثير يا سلام عليك متى نمدح أولادنا نمدح أولادنا عند الناس هل كافأ تولدك في يوم الأيام إنه جاب لك شهادة تلقاه شهادة جايبة هم مبسوط هي كبيرة هنجاز لما يجب شهادة الآن تقييم وكذا واطلع أنت وياك كافأ يعني هذه أيضا أشياء ما تعبين لما يجي كل ذلك ما أخذ مثل نقول 95 طيب اكترتيبك أصف كام قال الثالث الرابع بس ما خدت الأول طيب الناس فروقات الناس فروقات فيه واحد يقدر يأخذ أول واحد يقدر يأخذ أنا ممكن أنجح في مجال إعلامي ممكن أنا الثاني ينجح في مجال رياضي إذن هذه من الأشياء اللي أنحنا نعبيها في أولادنا كذلك من الأشياء اللي لازم نتجنبها وأنا جربتها بنفسي والحمد لله جيت منها دائما أضرب المثال على نفسي أريح منها أضرب على الناس الأسهم أو سوق الأسهم ظاهر كل 2006 العالم جربت سوق الأسهم ومشت إلا ما قال أنا كنت من تقريبا 2004 مع الناس مع الموجه دخلنا وشفنا الخير وشفنا وشفنا وطاحت بدنا نعد وكل يوم وحالة حالة نفسيا أجي البيت ناظر الشريط الأسهم أنا قاعد أعبي قاعد أعبي مخي نزلت مشكلة ارتفعت أبيع ما أبيع وصاير جوالي أخذه أطالع أتداول هذه أيضا أنت قاعد تحط أشياء ضارة صح والسبب هذا كان خبير ماليزي التقيت فيه في أحد المؤتمرات جاء كان في السعودية وقاعدت أسأل في نياه وعرف أني مهتم بالتداول وكنت بس أله عن التداول قال شوف أنت شخص فرد عادي لا تضخف الموضوع قلت إيش قال مهما كان الشخص ربحان يعني مهما ربحت فلوس راح ترجع مرة ثانية طرف الأسهم ما ترتاح إذا خسرت ممكن أقول لك شيء أيام سقل أسهم إذا خسرت خلاص ما عند عندك ما تفكر تقول الربح وين أوديه خلاص تستقر يعني خلاص هذا السهم ببقى فيه الصحيح تستقر ثلاث أسابيع عند خسران أول ما تربح تلقاك مثل معك زي الهستيريا وين أنقل السهم يا سلام وين تبدل وين تروح فعلا شت شت وليش دخلوا الناس الأسهم لأنها طريقة سهلة وفي متناول اليد للتجارة نعم للتجارة ودائم ودائم في التجارة ودائم الناس أي شيء يجيك سهل يروح سهل أي شيء يجيك سهل يروح سهل صح ودائما أحذر الآن أي شيء يرتفع وقيمته يعني غير معقولة غير منطقية فعرف أنه يوم اللي ينفقاعة آتك مثال الآن اللي صاير في تجارة الأبل وما شابها ووصلت ملايين هل هو لو نجي كقيمة جمل أو ناقة هل هو يوصل مليون أو بمبالغ هذه والله لو نبعد لأنه تضينا لا لا أتكلم على العموم اللي أنا أحب أوصل له من ضمن الأشياء التجارة اللي تتعبك نفسيا هذه بعد عنها جميل ريح نفسك الضغوط من الأشياء اللي كذلك يعني تعبنا كثير وتشغل مخنا اللي هي التواصل الاجتماعي المواقع التواصل الاجتماعي هذه صارت مشكلة كبيرة حال الناس أنت الآن لما أول ما بدأ كان الفيسبوك بعده تويتر طبعا فيه فرق ترى فيه التواصل الاجتماعي وفيه اتصال تواصل الآن فيه الاتصالات مثل واتسوب ترى وسيلة اتصال ما هو متواصل الاجتماعي الاجتماعي أن هذا يجمع لك فيه قالب واحد يجيبه لك وعليكم السلام بالنسبة لآن تويتر الناس لما تاخذ تويتر وتاخذ قناة مشتركين أو متابعين تتابعهم تجدك تتابع الناس سلبيين محبطين مخوفين أنا دائما أقول السلبي هو الإنسان اللي يرى بأن النهار محاط بليلين بظلمتين دائما ينظر بأن النهار محاط خلك معنا الشخص اللي ينظر بأن الليل محاط بنهارين يعني لا تنظر لأمور هذه لذلك فيه ناس في المجالس الآن يجنسون معنا ويقعدون معنا تحصلوا أنهم يتكلمون عن الأشياء سلبية مقبلين على غلط مقبل على مشاكل مقبل على حروب هذا الإنسان أصلا ما يدري وما عنده أي معلومة وله خبير في هذه المجالات سواء اقتصادية أو سياسية هذه من ناحية الناحية الأخرى بععد عن مواقع أو هي يسمونها الإخبارية اللي هي المواقع مثلا اللي تجيب لك الحروب أو تجيب لك مثلا القنوات مثلا اللي تجيب لك القتلى أنا أمس تابع راديو يتكلم يقول قتلى في تركيا بعدين يتكلم يقول وجرح في حلب أنا عباني أنا مش أبغى بذلك الأخبار أصلا خلاص بعد عنها هذه بعض الأشياء اللي الإنسان المفروض أن يبعد عنها ولا يعبي مخه أو عقل فيها وهذه تسمى هي الحمية كنا نسولي فيه هذا الشخص اللي أمس تقريبا كنا نسولي فيه الشخص بطاقة سلبية هذا لا تجلس معه نعم فعلا هذا لا شعورية ما تحس بأساسا ما تدلي لو أنت المانس عندك ينزل إلى أن تنتهي تماما أزعي مسبوع واحد يبي يقضي عليك هالشخص وعلى فكر ترى الإنسان الغير متفائل يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة كم مريض وقاله النبي صلى الله عليه وسلم طهورهم بإذن الله رد عليه قال كيف طهور وبي حمى يعني حرارة حميم صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ومات فيها الحم تفائل 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 دائما الواحد يتفائل لما تخرج من بيتك الآن الصباح تفائل إن فيه خبر اليوم جيد يأتيك ويعطيك الله أنا عنده حسن ظني عبدي بي الله 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 سبحانك كاف لك الشيء هذا لماذا أنا أفكر ممكن أن أجيبه اثنين واحد عمر واحد زيد واحد هذا يعطيك الأمور السلبية واحد يعطيك أمل وهو يكذب هذا ولا هذا أنا أتقبل هذا اللي يعطيني أمل ويعطيني دافع للحياة وهذا وهم على فكرة الثنين كلهم ما عندهم سالفة يعني ما يعرفون عن الأمور والأمور الكبير والأمور اللي صايروا في الكون بشكل عام يعني استفاصل في بيت شاعر يقول إن راح رزقا حاسبين لها حساب يلا برزقا ما حسبنا حسابا الله هذا فالا زين مع الصبح وإحساب وأمش كنا نتكلم طرف الرزق واستشهدنا مثلا بأكرم بن الرجل الكريم قلنا حاتم الطائي فبعض الناس يعني المتخصصين في الشريعة قال المفروض أنك تقول محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام أكرم البشر فنعدل هنا المعلومة وفعلا الثقة بالله سبحانه وتعالى غير قانون الجذب والقوانين هذي والأمور ذي كلها قبل قبل والأفضل والأوصلين هو التفاؤل الثقة بالله سبحانه وتعالى من الطرائف بالتشاؤم أذكرني كنت ببدل فوق على قولهم على جنب الطريق وكنت أحدث نفسي أني لو أنسى المفتاح داخل الدبة الخلفية الأعلان اللي بيبان كلها مضمنة مقفرة كلها السيارة بأكملها والمفتاح داخل الدبة قلت له أقفرها الحين على ثروبي وأنا والله يا رجل إني قفرت تم تصور أربعة بستة بالشارع تخيل المفتاح داخل ومقفور تفاعلت بشير سبحان الله عظيم تشأمت بمادرة عروح اللونة قائلها من الأشياء كذلك اللي هي النميم والغيبة هذه تعبي مخك يجيك ناس يغتابون ينمون هذه حاول تبعد عنها وأيضا تحاول أولادك الآن ما تجيب عندهم الناس وش تسووا لأن من ضمن الأشياء المقارنات المقارنات هذه تكره الطفل في اللي تقارن لو تلاحظون اللي عمر في بعض في سن معين تحسونه ما يحبون بعض لأن الأهل في البيت ألف وفي البيت باء يقارنون شوف فلان أحسن منك شوف فلان وش سوى شوف فلان يوم تخلع على الرجاجيل وش سوى والبنت نفس الحق شوفي بنت فلان يوم جيت لبسة زين تبدأ هذيك تكره هذيك صح مسبة أمها وأبوها هذه أيضا نبعد عن المقارنات وكذلك في العمل مقارنات في العمل شوف فلان أفضل منك بعض المدرأ صح ونوجه رسالة دائما من المدرأ دائما أقول لهم لا تقارنون هذا قيمة قومة لأن هناك فرق بين التقييم والتقويم صح في العمل في البيت العمل قومة براحتك لكن ما تجي وتحطمه بمقارنة زميلة ممكن هذا عنده قدرات ممكن متعلم مع الشهادة أفضل عنده حاسب أفضل عنده أمور أفضل كذلك فيها الكراهية حاول تنقي من كراهية أي واحد في الحياة أنا دائما أقولها هل سبق الواحد منكم جاي ينوم وحط راسه وحلل جميع مخلوق الخلق قال الله يحللهم بيحل وترى الفكرة أنا جربتها في البداية يطلع لك اثنين ثلاثة تكرههم بتسوولك مشكلة وكل واحد منك التعرض وممكن حنا بعد تعرضنا الناس ضيقنا صدورهم ضرينهم يجيك اثنين ينطون عليك بليس ينطهم لك اثنين تكرههم تقول لا هذول الله لا يحللهم هذنين ذولي هل تستطيع انك تحلل البشر اللي تسلف منك ولا رد اللي ضرك اللي اشتمك في موقع تواصل او في صحيفة او في اي مكان حاول لاننا دائما اقول فيها قانون في الحب وش عكس الظلمة نور اوكي وش عكس الابيض الاسود او عكس الخير الشر طيب وش عكس الحب الكبر ايوه هذا عند الناس كلهم انا بالنسبة لي وبنسبة الناس قليلين جدا عكس الحب اللاحب انا ليش اكرهك انا ما احبيتك ليش اكره مو بلازم اكرهك مو بلازم اكرهك انا يا اما اني احبك او اكرهك لا خلاص انته الموضوع بيني وبينك خلاص انا ليش على فكرة ترى اللي يكره انا انا كرهتك خلاص اهتم بخبورك واهتم بأمورك وابدا انشغل وها بشر عسا فصل من وظيفته بشر عسا انقلب بشر عسا مات جد فهذي انتبه القانون هذا القانون عكس الحب اللاحب عيش في حياتك انك مو لازم مو لازم احبك اني خلاص اكرهك خلاص ما ليشغل فيه ما ليشغل فيه ابعد عنه خلاص وبسلامته وتمنى وتمنى له الخير والله يصطلعه عليه وبس واحذر منه اذا صار مر لذلك دائما بدأ اقول عكس الحب اللاحب وليس الكراحية الله هذه يعني بعض الامور اللي انا اشوفه فيه امور كثيرة طبعا مطلوب منك تلخص كل اللي قلته لجل انه انت عطيتنا واجبة دسمة نبغى مني على قوله واجبة صغيرة بعد اللي هو تلخيص اللي قلته كله عشان برزولي اللي ما تابعنا المتلخر هو طبعا هي في النهاية كلها مشاكل تجي فيه مخك لازم تنظف تنظف هذه المشاكل اصلا قبل ما تنظفها لا تخليها تدخل لا تخليها تدخل طلعت من العمل افصل خط بينك وبينها خلاص لا تشيلها صح فكر فيه امور ايجابية في الحياة امور زين ولدي هناك في البيت ينتظرني زوجتي تنتظرني امي هناك موجودة وخلاص صح ريح مخك من الامور هذه دائما وبدأ يقول علماء النفس لا تاخذ منك المشكلة كلنا لازم نتعرض المشاكل لا تاخذ منك المشكلة عشرة في المئة من التفكير فيها وتسعين في المئة التفكير في حل المشكلة جاءك مشكلة اليوم تقعد تضرب وحالك حالة وتقعد تفكير فيها كل اليوم لا دور حلها اسلم انك انك تدور لا اسباب هي وقعت المشكلة وقعت المشكلة خلاص حلها لذلك دائما وبدأ نحاول اننا ما نستقبل الشحنات هذه او الاشياء هذه او الرسائل الضارة في حياتنا نبعد عنها نفصلها ثاني شيء السلبين مثل ما قال السلبين هذو لا تجالسهم نبعد عنهم ايضا العمل مثلا انا اعرف اني الان رايح العمل واعرف ان فيه زحمة كل يوم اضرب اه الزحمة الزحمة خلاص برمج نفسك على الزحمة هذا واحد شيء الثاني حاول تعدل خروجك من البيت او خروجك من العمل حاول خلاص هذا امر لا بد منه ان فيه زحمة يوميا خلاص انا ليش كل يوم يعني عاكل ناس اتاوش مع الناس في السير خلاص هذه الامور لازم انا برمج نفسي فيها في امور في امور مثلا بعض الناس يروح للسفر ويرجع متنكد يروحون يسافرون ويعياله ويرجعون متنكد ليش لانه ما خطط له الشي ولا ولا ضبط اموره راح خذ دين خذ سلف راح يسافر لخمس عشر يوم وجاء وعبى شحنات هنا داخلية وضيق صدره وضيق عائلته وضغط على نفسه ماليا وايضا نفسيا هذه بشكل عام انا اتمنى من الناس انها تحاول انها تتخلص من الشحنات هذه بعدة طرق من ضمنها التوكل على الله سبحانه في امور كثيرة من ضمنها ايضا محاولة ايش تغذية النفس بالقراءة مع الاسف الشديد الان القراءة نادرة جدا ليش الناس انشغلت ايش في الامور الواتساب والامور اللي هي التواصل الاجتماعي والسلاب والاشياء هذه بشكل عام وعلى فكرة وفيه امور برامج وامريكا مستعدة الان او الدول المتقدمة انها تلهيك في الموضوع هذا وتجنبك عن المفيد للمغذي لك هذا غذاء افضل وجبة غذاء هو الكتاب اغذر اي كتاب اي كتاب يقع بيدك انا واحد قال لي قلت انا عندي كتب في البيت وحاول العيالي يقرون وانهم ما يقرون احاول اجيب موضوع تعرف الموضوع ممكن لعندي غير تختلف عنك انت موعد طفل قال وجود الكتاب امام عيون الاطفال هذا بحد ذات التربية والله وجود الكتاب بيئة كتاب عندك بيئة كتب يحب الكتاب يحب يقرأ لما تجي يوم والأيام وترمي له الكتاب وتقول يفلان الولد اقرأ لنا الصفحة هذه اول شيء تعلم القراءة وكذا ومن ضمنها لخصنا هذه من ضمن الأشياء لذلك القراءة تبعد عنك الرياضة لو حتى رياضة المشي او رياضة اي رياضة مختلفة تحاول ان الشحنات هذه اللي عندك في ذهنك انك ايش تنظفها من بالك والله يوفق يعني الامور سهلة جدا وممكن انت بطريقتك وطريقة الاخ وكل واحد عنده طريقته اللي يقدر يلخص الامور او يتخلص من الامور هذه بطريقته الخاصة الله يبقى الوجه وجهك انا والله